الذهب على صفيح ساخن مجددا والأسواق المالية تترقب بحذر فهل نحن أمام الهبوط الكبير الذي طال انتظاره لأسعار الذهب أم أن الذهب سيفاجأ الجميع ويعود لاستئناف رحلة الصعود لاستعادة بريقه المفقود في حلقة اليوم من فقرة التحليل الفني والاقتصادي سنجيب على هذا السؤال ونستعرض التوقعات لتحركات الأسواق للأسبوع الحالي الممتد من الاثنين الموافقة الثامن عشر من نوفمبر وحتى الجمعة الموافقة الثاني والعشرين من نوفمبر من العام الفين واربعة وعشرين استعدوا للغوص في تفاصيل حركة الأسعار الاقتصادية والفنية ولننطلق الآن إلى الشاشة ونبدأ هذه الحلقة أرحب بكم أخواني الأحباء في حلقة جديدة من التحليل الفني والاقتصادي لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات للأسبوع الحالي الممتد من يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من نوفمبر من العام الفين واربعة وعشرون حتى الجمعة الثاني والعشرين من نوفمبر من العام الفين واربعة وعشرون إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدأ فقرة التحليل الفني نبتدأ بالتحليل الاقتصادي ونذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال هذا الأسبوع ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعي الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة من قسم مساحة المتداولين تجدون المفكرة الاقتصادية وجميع الأوقات الظاهرة أمامكم هي بتوقيت مكة المكرمة وأيضا لدينا بعض الأدوات مثل أداة الذهب الذي تظهر لنا كميات البيع والشراء على شتى الفريمات المختلفة وأيضا رسم بياني وهنا هيتماب والعديد من الأدوات الأخرى إذا كنت ترغب أن يصلك هذا الرابط للصفحة فقط اكتب في التعليقات مفكرة وسوف يصلك الرابط بشكل مباشر بإذن المولى عز وجل إذن أخواني الأحباء نترقب بيانات هامة جدا يوم الثلاثاء سوف يكون لدينا بيانات على اليورو بصدور خبر مؤشر سعار المستهلكين وعلى الدولار الكندي أيضا مؤشر سعار المستهلكين وفي الأربعاء سوف يكون لدينا على الجنين السترليني مؤشر سعار المستهلكين وعلى الدولار الأمريكي تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام وفي يوم الخميس على الدولار الأمريكي حزمة هامة من البيانات أهمها معدلات الشكاوى من البطالة وأيضا مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية وتقرير مبيعات المنازل القائمة وفي يوم الجمعة على اليورو يصدر الناتج الإجمالي المحلي الألماني وعلى الدولار الأمريكي يصدر لدينا مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي إذن أخواني الأحباء شاهدنا في ختام جلسة الجمعة بعض التصريحات والذي من خلالها تحدث عظو بنك الاحتياطية الفيدرالي الأمريكي في ولاية شيكاغو سيد أوستان جوليس بيعن السياسة النقدية وتوقعاته لتحركات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى الوصول لمعدل الفائدة المحايد وكانت أهم تصريحاته بشكل ملخص وموجز أنه يجب علينا بالتأكيد مراقبة أسعار الفائدة طويلة الأجل وأنه يتعين على الاحتياطية الفيدرالي معرفة سبب ارتفاعات توقعات أسعار الفائدة لمدة عشر سنوات ومراقبة أسعار الفائدة طويلة الأجل وأيضا تحدث إلى أن التوقعات الآن تشير إلى أن الفترة التي قد يستغرقها الاحتياط الفيدرالي للوصول إلى المعدل المحايد لأسعار الفائدة قد تمتد من 12 إلى 18 شهر وهذا الجدول الزمني مثير للاهتمام بشكل كبير لأنه يعكس التوقعات بأن عملية خفض أسعار الفائدة قد تكون أبطأ كثيرا وتحدث أنه لا يعتقد أننا قرب المستوى المحايد الآن وتحدث عن مؤشر أسعار الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الأساسي أنه مرتفعا للغاية وإذا كان هناك خلاف حول المعدل المحايد فمن المنطقي أن نبدأ في إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة وتظل التوقعات الأساسية للاقتصاد هي انخفاض التضخم وتباطئ سوق العمل والتشغيل الكامل ولا يعتقد أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه قبل فترة الوباء كانت تصريحات السيد جولسبي تعد تشددية نوعا ما وتدعو وتحث على المزيد من الانتظار وإبطاء وتيرة الخفض ولكن حتى اللحظة أخواني الأحباء نحن نترقب البيانات التي سوف تصدر وهناك توقعات في الاجتماع القادم للفيدرالي في الشهر القادم أنه سوف يكون هناك خفض ولكن نترقب أخواني الأحباء وكلمة الفصل خلال هذا الأسبوع هي سوف تكون بإذن المولى عز وجل للتحليل الفني في حال عدم تصاعد والتسارع الأحداث الجيوسياسية إذن أخواني الأحباء لننتقل إلى الشاشة لنشاهد أخواني الأحباء الرسم البياني ونبتدئ فقرة التحليل الفني إذن أخواني الأحباء قد ابتدأنا فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونشاهد أخواني الأعزاء مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يقف بالقرب من مستوى هام جدا هي منطقة مقاومة هامة مستوى المئة وسبعة اختراق المئة وسبعة سوف يعيد زخم الدولار الأمريكي الإيجابي للصعود صوب مستويات المئة وثمانية ومئة وتسعة ولن يلغى هذا السيناريو الرئيسي الصاعد لمؤشر الدولار الأمريكي إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى المئة وستة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى الواحد فاصل سفر ستة آلاف وخمسمائة لا يزال يضغط على الزوج ولن نشاهد استئناف للموجة البيعية واستمرار الخسائر للزوج إلا بكسر مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات لمستوى الواحد فاصل الصفر خمسة آلاف حينها قد نشاهد استهداف الواحد فاصل الصفر ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد فاصل الصفر ألفين وثمانمائة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار نشاهد زوج الباون دولار لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى الواحد فاصل سبعة وعشرون آلف لا يزال يلوح بالمزيد من التراجع والهبوط صوب الواحد فاصل أربع وعشرون ألف وخمسمائة وواحد فاصل اثنين وعشرون ألف إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني نشاهد الزوج يحاول التمسك بالإيجابية ثبات الأسعار أعلى مئة وثلاثة وخمسون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد قد يحفز الصعود صوب المئة ثمانية وخمسون ين ومئة وأربعة وستون ين ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصعيد إلا بعودة الأسعار مجددا أدنى مستوى المئة ثلاثة وخمسون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ولا يزال الزوج يتمسك بالإيجابية ثبات الأسعار أعلى صفر فاصل ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة يرجح السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مستوى صفر فاصل تسعون ألف وخمسمائة وصفر فاصل ثنين وتسعون ألف ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصعيد إلا بعودة الأسعار أدنى صفر فاصل ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط مقترب من منطقة هامة جدا مستوى صفر فاصل أربعة وستون ألف وخمسمائة إذا نجحت الأسعار بكسرها قد نشاهد هبوط استهدف مستوى صفر فاصل ثلاثة وستون ألف وثلاثمائة 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 وثلاث وكسر هذا الدعم سوف يقود الزوج لسلسلة خسائر تستهدف مستوى الصفر فاصلة سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وصفر فاصلة ستة وخمسون ألف ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بفشل الكسر لمستوى الصفر فاصلة ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ويقترب الزوج من مقاومة هامة جدا هي مستوى الواحد فاصلة واحد وأربعون ألف اختراق هذه المقاومة سوف يقود الزوج لصعود كبير جدا يستهدف مستوى الواحد فاصلة ثنين وأربعون ألف واربعمائة وواحد فاصلة أربع وأربعون ألف على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو الشراء الصاعد الإيجابي إلا بفشل اختراق الواحد فاصلة واحد وأربعون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون ونشاهد الزوج يفقد زخمه الإيجابي وثبات الأسعار أدنى مستوى الـ 196 ين مقابل الجنيل استرليني الواحد قد يؤهل الزوج لسلسلة خسائر تستهدف مستوى الـ 192 وـ 188 وقد نشاهد مستوى الـ 183 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار مجددا أعلى مستوى الـ 196 ين مقابل الجنيل استرليني الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو ين ونشاهد الزوج والآخر يتراجع ويقترب من دعم هام جدا مستوى الـ 162 ين مقابل اليورو الواحد هام جدا كسر هذا الدعم سوف يؤدي إلى هبوط حاد يستهدف مستوى الـ 159 وـ 156 ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى المئة وخمسة وستون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيل استرليني ونشاهد الزوج لا يزال محصور في ظل مسار عرضي ما بين مستوى 0.8000 و 0.8800 ولن يحدد الزوج مسار واضح وصريح إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية ومفتاحها التداول لهذا الأسبوع إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يتمسك بالإيجابية ثبات الأسعار أعلى الـ 34 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة الإيجابية والذي لن تستأنف مجددا إلا بتخطي الـ 34 ليرة ونصف حينها قد نشاهد استهداف 35 ليرة و 35 ليرة ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين قد حقق الأهداف الذي تحدثنا عنها في التحليل السابق الأسبوعي وحتى اللحظة أخواني العزاء ثبات الأسعار أعلى 85 ألف دولار للبيتكوين الواحد لا يزال يرجح الكفة الإيجابية والذي لن تستأنف ولن نشاهد مكاسب جديدة للبيتكوين إلا باختراق 92500 دولار حيث أن اختراقها سوف يقود البيتكوين لسلسلة مكاسب قادمة وتحقيق أرقام قياسية جديدة تستهدف مستوى 100 ألف دولار و 108 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة ويشترط لهذه الأهداف لتحققها هو اختراق مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات لمستوى 92500 دولار ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابية الصاعد للبيتكوين إلا بعودة الأسعار أدنى 85000 دولار للبيتكوين الواحدة إذن أخواني العزان أنتقل إلى تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي إن شاهد الإيثيريوم يحاول التمسك بالإيجابية ثبات الأسعار أعلى 3000 دولار قد تمنح الإيثيريوم فرصة للصعود صوب 3500 و 4000 دولار أما كاسر مستوى 3000 دولار وعودة الأسعار أدنىها قد تقضي على آمال الإيثيريوم وتؤدي إلى هبوط حاد قد يطال 2200 و 1600 دولار إذن أخواني العزان أنتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي وتتوحش الريبل وتحقق مستويات هامة جدا حاليا ثبات الأسعار أعلى 90 سنت مقابل الريبل الواحدة قد تؤهل الريبل للصعود مجددا صوب المقاومة الهامة وهي الواحد دولار فاصل 27 سنت والذي مع اختراقها سوف نشاهد الأسعار قد تصل مجددا إلى الواحد دولار فاصل 60 سنت واثنين دولار خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي للريبل إلا بعودة الأسعار أدنى 90 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهنا يثار الجدل كثيرا حول الذهب إلى أين يتجه ومثلما تحدثنا في البث المباشر يوم الجمعة على اليوتيوب تحدثنا أخواني الأحباء أن الذهب لا يزال قيد الانتظار ونوهنا بعدم الشراء أو البيع فحتى اللحظة أخواني العزاء حاليا الذهب لا يزال يتداول بشكل ضبابي شاهدنا كبح أسعار الذهب بالرغم من البيانات الأمريكية التي صدرت وهي الريتيل سيلز قد صدرت بشكل متباين ولكن هي قد أظهرت تباطو بالرغم من التباين إلا أن الأرقام الصادرة لا تزال أقل من الأرقام السابقة ولكن شاهدنا أخواني العزاء حديث عضو بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في ولاية شيكاغو السيد أوستان جوليسبي الذي تحدث بشكل تشددي ودعا للمزيد من الانتظار وإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة وأيضا كانت هناك توقعات تشاؤمية أنها ننتظر للوصول إلى المعدل المحايد لأسعار الفائدة إلى فترة تمتد من 12 إلى 18 شهر هذه جميعا كبحت أسعار الذهب بعض الشيء وأيضا البرود في الوضع الجيوسياسي والعسكري في المنطقة قد ساعد على كبح أسعار الذهب بعض الشيء ناهيكم عن التصحيحات الذي دخل بها الذهب خلال الفترة السابقة هنا السؤال الأبرز إلى أين يتجه الذهب خلال الفترة القادمة هنا أخواني لعزاء لدينا مفتاح تداول هام جدا 2550 دولار للأنصة الواحدة هذا الرقم مهم جدا أخواني لعزاء وهو يعد أحد مفاتيح التداول خلال الأسبوع الحالي كسر هذا المستوى وهذا الدعم سوف يؤدي إلى منح الذهب الضوء الأخضر لبدء الهبوط الحاد الذي استهدف 2480 دولار و2380 دولار وهنا السؤال هل سوف ينتهي الهبوط عند هذا الحد لا نتوقع ذلك إذا تحقق هذا الكسر وبدأ الهبوط نتوقع أن يستمر هبوط وتصحيحات كبيرة قادمة تلوح بالأفق من يعارض هذا الكلام لنا في التواريخ السابقة عبرة والذهب عندما يصحح يستمر في بعض الأحيان إلى سنوات مثل ما شاهدنا في 1980 وفي 2011 وفي 2020 هل بداية هبوط الذهب؟ الذهب عندما يهبط هو يصحح هبوط تصحيحي هبوط من أخذ العزم للصعود فهذا الهبوط هو صحي ويعتبر تحركات صحية للأسعار من أجل أخذ العزم للصعود الكبير القادم لأن طبيعة الأسعار في الذهب هي صعودية وأي هبوط هو عبارة عن تصحيحات هنا أخواني العزاء كيف نتحقق من الكسر؟ بإمكانكم كتابة كلمة كسر في التعليقات وسوف يصلك الشرح مفصل ويصلك الرابط على التعليق في اليوتيوب بالشرح الكامل المفصل للكسر ومعرفة شروط وأركان الكسر إذن أخواني العزاء متى نستطيع الحكم أن تصحيح الذهب قد انتهى ونشاهد الذهب قد يصعد مجددا في هذه الحالة لن نؤمل على صعود الذهب ونراهن على صعود الذهب إلا إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى الـ 2600 دولار بتحقق شروط وأركان الاختراق اللازمة على فريم الأربع ساعات فهنا أيضا في التعليقات اكتب اختراق وسوف يصلك الشرح المباشر إذن أخواني العزاء لدينا مفتاحاء التداول 2600 دولار و2550 دولار وهي مستويات هامة جدا وبإذن المولى عز وجل سوف أتابع معكم أخواني الأحباء بشكل مفصل في برنامج شفرة الذهب كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس بشكل مفصل نتحدث عن الذهب نتناوله من كل الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية والفنية ونزودكم بفرصة مباشرة وحية إذن أخواني الأحباء أذكركم بنقطة هامة جدا قد قمنا بتفعيل منتدى اليوتيوب في القناة فبإذن المولى عز وجل سوف نبدأ بمشاركتكم توصيات مباشرة من خلال منتدى اليوتيوب بشكل مجاني فقط عليك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك هذه التوصيات والتحديثات أولا بأول إذن أخواني الأحباء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 69 دولار للبرميل الواحد لا يزال يلوح بالهبوط صوب مستوى 64 دولار وأيضا 60 دولار ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى 69 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة حتى اللحظة تتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى 31 دولار يلوح بالهبوط صوب 29 دولار ونصف و28 دولار إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ولا يزال الغاز الطبيعي يحاول التعافي حقيقة لن نشهد إيجابية للغاز الطبيعي إلا بتخطي مستوى الثلاثة دولار حينها قد نشاهد الأسعار تقترب من ثلاثة دولار ونصف وأربعة دولار ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤلي إلا بعودة الأسعار أدنى الاثنين دولار ونصف إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وقد دخل مؤشر الداو جونز في ظل تصحيحات بيعية وحتى اللحظة أخواني الأحباء نشاهد مؤشر الداو جونز لا يزال يتداول أدنى الأربعة وأربعون ألف وثبات الأسعار أدنى أربعة وأربعون ألف يحمس ويشجع على الهبوط التصحيحي الذي يستهدف مستوى ثنين وأربعون ألف وثمانمئة والذي لن يمتد أكثر من ذلك إلا بكسر الثنين وأربعون ألف وثمانمئة ويلغى هذا السيناريو التصحيح الهابط في حال عودة الأسعار أعلى الأربعة وأربعون ألف إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستانر ناند بورز الاسبي فايف هندرد ونشاهد أن الاسبي فايف هندرد يحاول الدخول في ظل تصحيحات بيعية وكسر مستوى 5880 سوف يعطي إشارة ببدء الهبوط التصحيحي سوبل 5780 و5680 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي نشاهد النازدك حتى اللحظة لا يزال التداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى 2680 لا يزال يلوح بهبوط كبير قادم لن يبتدئ إلا بكسر مستوى العشرون ألف ومائتين حيث أن كسرها سوف تؤدي إلى هبوط حادث تهدف 19600 و18800 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر رسل الأمريكي نشاهد الرسل حتى اللحظة يفقد زخمه الإيجابي وكسر مستوى 2325 قد يؤدي إلى هبوط صوب الـ 2240 و2160 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر فوتسي الانجليزي نشاهد الفوتسي لا يزال التداول تحت الضغط ولن نشاهد سلبية قادمة إلا بكسر مستوى الثمانية ألاف حين قد نشاهد استهداف لمستوى 7800 و7600 ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار والمراكز الشرائية على مستوى الثمانية ألاف ومائة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني شاهد الداكس يحاول التحرر من الضغوط البيعية وعودة الأسعار أعلى 19200 قد تنجي الداكس من الهبوط المحتمل ونشاهد استهداف لـ 19700 وـ 20200 وـ 20800 كأهداف متتالية ويلغى هذا السيناريو التفاؤلي بحالة واحدة وهي عودة الأسعار أدنى 19200 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى مستوى 7300 قد يؤدي إلى هبوط الأسعار صوبى 7050 وـ 6800 إذن أخواني لعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكي اليابان ونشاهد النيكي لا يزال يتداول تحت الضغط مقتربا من منطقة دعم هامة جدا كسر 37600 قد تقود النيكي إلى مستوى 36400 ولا سبيل لاستعادة الإيجابية إلا بعودة الأسعار أدنى أعلى مستوى 39000 إذن أخواني لعزائي لهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وفي الختام أدعوكم جميعا أخواني الأحباء إلى أن تشاركون أراءكم في التعليقات ولا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا التحليل لكل الأحباب والأصدقاء وأيضا أخواني الأحباء من يرغب بالتواصل معي بشكل مباشر بإمكانكم التواصل من خلال الواتساب فقط اكتب في التعليقات واتساب وسوف يصلك الرابط المباشر إذن أخواني لعزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلك كل ما هو جديد حول الذهب والأسواق المالية